هو قال للحقيقة التي لا نعلمها احنا نعترض على كروش ولا نعترض على اتحاد المصري السابق أو لجنة السابقة في النهاية هو يعلم حجم مصر واسم مصر لا لا ما تحسبش يا محمد بطولة عربية أنه قياس لشكل منتخب التونس ومشكلة كبيرة جداً موجودة عند الجزائر هي قلوب الدفاع إنما أنا مستغرب إن أحليليو يزيدش مثلاً إن يعملوا مشكلة مع نصير مزراوي علشان قال له شرب ماء وقال له لا مش شارك يعني كالسومة أفريقية كان 22 محاطة بالألغام أو فيها مشاكل كثيرة جداً جداً الأولى مشكلة الأولى بتاع تسموا الإيتهم على التحاد دولي والأتحاد الأوروبي خصوصاً لدي الأوروبية الثانية إن كورونا بقت أصبحت محاصرة للعالم كله وده أمر يمكن برضو جاي بالسلب على بعض المنتخبات بالنسبة حالات كثيرة جداً جداً الثالثة وجهت نظري هل كاميرا قادرة على التنظيم هل الملعب هتكون بشكل جايب جداً هل التوقيت مناسب بالنسبة لبطولة أمة أفريقية لو كان حد غير سامويل أعتقد كان بطولة لانتقام وكان ممكن تؤجله كان ممكن يارضخ من هو متواجد في اللجنة المنظمة وفي الاتحاد الكاميروني إلى ضغط الأندية الأوروبية وضغط الاتحاد الدولي في منتخبين وجهة نظري ممكن يقلبوا للشكل العام بالنسبة للكارة الأفريقية واحد المنتخب المالي وجهة نظري ممكن يكون مفاجأة كبيرة جداً جداً تاني منتخب بوركينافس cheese كان ما عالمنتخب الجزائري في تصفات كلهم، المنتخب رائع هاي اللعندو كرّة محترمة جداً جداً الاستعداد كان خلال البطولة العربية كان إلى حد المال موتوسد الاختيار بتاعة كارلس كروش إلى حدada مع بدون اللاعب المحترفين فيها فكرة جيدة بعض اللاعب اللذي كانوا موجودين في البطولة العربية مش موجودين في البطولة الأفريقية دي�� اختيارات كارلس كروش الاستعداد دبني عند 400 مجموع من لعبين محترفين وممتازين كان عود الترزيجيه الى حد المهم كنت ادي قوة كويسة جدا اللاعبين المحليين شايف ان الاعداد بالنسبة للدوري وبعض اللاعبين كانت ممتازة جدا اه الاختيارات عليها اللغة ولكن في التوقيت الحالي بدع من المنتخب المصري عندينا منتخب قوي على المستوى الفني والنفسي منتخب من افضل ما يمكن بداية من حارس مرمى نهاية برأس الحربة اسمه كبير في صحلة افريقيا في الوقت الحالي وبالتالي منتخب راح يلعب على البطولة هو قال للحقيقة التي لا نعلمها احنا نعترض على كروش ولا نعترض على اتحاد المصري السابق او لجنة السابقة كروش راجل صريح اوروبي منطق بيقول للشعب المصري يا جماعة انا جاي عشان كسل عالم مش جاي عشان بطولة افريقيا وبالتالي كروش قال اللي احنا منعرفوش فاحنا نعاقب كروش او نعاتم كروش ولا نعاتم الاتحاد او لجنة ده اللي المفروض يحصل كروش قال ما في عقده ولكن في النهاية هو يعلم حجم مصر واسمه مصر والجهاز المعاوني اللي معاها عنده دور كبير جدا ننقل الصورة لكارلس كروش فيه تحاد جديد في الوقت الحالي ومع ذلك بنتكلم على منتخب عنده كل الامكانيات ان يفوز باللقت خالص دي بطولة دي بطولة منتخب المصري اللي لها في كاس العرب على بعض الامكانيات في بعض الاخطاء اللي عمد الفنية اللي قام بها كروش اعتقد البطولة مختلفة خالص نظرا كمان ان البطولة القارية بالناسبة للشعب المصري حاجة كبيرة جدا جدا بكلامك على السبع ألقاب لو جمعت المنتخبات العربية كلها مش محاقق نفس الرقم كل المنتخبات العربية كورت القادم فيها ورد بوركي نفسه عملت جيم كبير جدا جدا مع المنتخب الجزائري تعادل واحد واحد في المغرب وتعادل اثنين اثنين في الجزائر وبالتالي كل فرق عندها نقاط ضعفة عندها نقاط قوة صحيح المنتخب الجزائري واحد من الفرق المرشحة مع وزير السعادة جمال بالماضي مع منتخب يمتلك سبعين لعيب من لعيبة مدلاء ولعيبة أساسيين النقطة ضعفة المنتخب الجزائري ممكن تكون ما تكونش في المنتخب الجزائري ممكن تكون ملعب مدى استعداده تقبل لعبين الجزائريين القامة في الكاميرون لان احنا شوفنا المنتخبات العربية بتاعة شمال أفريقيا وتحديدا الجزائر مغرب تونس بيعانوا بمشاكل كترة جدا من لعبه في القرى السمراء على عكس لما بيكونوا في مصر دي نقطة النقطة الثانية الملعب هل تتناسب مع حجم إمكانيات اللعبين الجزائريين النقطة الثالثة في مشكلة كبيرة جدا موجودة عند الجزائري هي قلوب الدفاع لا لا ما تحسبش يا محمد البطولة العربية انه قياس للشكل منتخب التونسي منتخب تونس عنده عناصر جيدة ولكن منتخب محاطب المشاكل محاطب المشاكل من خلال رئيس الاتحاد محاطب المشاكل من خلال بعض الإصابات محاطب المشاكل بعد إقالة عدل السليمي محاطب المشاكل بعد الاستغناء أو إبعاد الموازة حسن إذا كان عنده مشكلة كبيرة جدا في البطولة العربية كل دي مشاكل ممكن تأصل محاطب المشاكل لأنه حجزوا على اللبس بتاع المنتخب التونسي ده العلامة التونسي اللي قال لي الكلام ده مش أنا وبالتالي من الممكن تخلق حافظ كويس جدا للمنتخب التونسي لكن تبقى المشكلة الحقية للمنتخب التونسي هي الجماعية رقم واحد اتنين حرصة المرمى اللي عليها لغط كبير جدا نعمل بطولة العربية ثلاثة رأس الحربة سيف الجزيرة حتى الآن لما يقنع الكرة التونسية ولا الكرة العربية حتى وإن كان بلع في زمال زي ما اتكلمت على كروش بالنسبة للمنتخب المصري في اختيارات وهتكلم على هليل ويزيتش في اختيارات عدم اختيار بعض اللاعبين من وجهة نظر إنما أنا مستغرب إن هليل ويزيتش مثلا نعمل مشكلة مع عاص نصير مزراوي علشان قال له شرب ماء وقال له لا مشارب أو مشربش مستغربة جدا من هليل ويزيتش آه هو مدرب قوة شخصية مدرب عمل نتاج ممتازة جدا جدا مع المنتخب الجزائري في كأس العالم وتصفات كأس العالم وكان من أفضل المدربية وإن كان طبعا المنتخب المغربي يمتلك ديكة بودلاء يمتلك عناصر كويسة جدا يمتلك أخستماعات كبيرة لكن طبقى المشكلة الحقيقة فعلا المنتخب المغربي هي اللحمة أو الجماعية داخل الجروب لا أنا مقولش اختارت باختيار باسماني أنا بقول إن هو ما يجيش في الوقت الحالي لأنه عشان يترك مكانه بالنسبة لبرشلونة وجهة نظري على بال ما يرجع لبرشلونة هيلاقي المكان بتاعه مش موجود وبالتالي أنا معاً الجامعة المغربية وكمان هليل ويزيتش التريس والتأني فيه اختيار الزلزولي يؤدي له فرصة ولكن طبعاً أنا عارف ومتأكد إنه ممكن يكون في الفترة الجاية أحد النجوم الكبر جدا للمنتخب المغربي لا طبعاً أنا مقولش المنتخب الأسباني خالص لا لا طبعاً أنا بنسبة للمنتخب المحلي منتخب قوي جداً كممكن يعمل منه خليط حليل ويزيتش هو فضل اللعبين المحترفين خارج المغرب باستثناء كان أناس الزنيتي وخلاص اتصاب ولكن في النهاية بنتكلم على المنتخب عنده قاعدة كبيرة جداً في أوروبا إنما أنا مع الدمج أنا شايف إن المنتخب المحلي كان هايل كان رائح مشكلته إن قابل الجزائر في منتخبات لازم تقول إن هي فعلاً راحة للبطولة منتخب مصر مش عشان أنا مصري اسمه بيقول كده فارد نفسه علينا فارد نفسه على القارة كلها كألقاب محقاخة اتنين المنتخب الجزائري كحامل لقب تلاتة المنتخب السنغالي المنتخب التونسي من الممكن يعمل مفاجئة كبيرة جداً ونزي ما قلت لك يكون عنده حافز نفسي قوي يصل للمبرانة النهائية المنتخب المغربين هال هاليلوزيتش هتفوق على نفسه الكاميرون الدولة المنظمة اشتركوا في القناة